نقد القواعد الفقهية عند الامام الصادق عليه السلام القياس انموذجا والتعاليم الاسلامية في بناء الشخصية الانسانية دراسة في المنهج التربوي عند الامام فضلا عن مرآة الاثار والفنون الاسلامية وشواهد من بعض احاديثه عليه السلام واثارها في التنمية البشرية المستدامة نشكر المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني سلمه الله تعالى والأفاضل والأعز في العتبة العباسية المقدسة لتشكيل هذا المؤتمر العظيم سيما سماهة عاية الله السيد أحمد الصافي دامت بركاته هذا المؤتمر الذي أقامته الأمان العام العتبة العباسية المقدسة أحدث نقلة نوعية في مسألة البحوث في هذا المجال وخصوصا الأخوة الذين اشتركوا في هذه البحوث هو خليط من الأساتذة في الجامعة سواء كان في العراق أو في خارج العراق أنا عايز أقول أن المؤتمر فعلا كان مؤتمر متميز طبيعة أي مؤتمر من هذه المؤتمرات بيخلق نوع من الحوار حلقة حوار مختلفة ما بين السادة المشاركين بعضهم البعض وبالتالي بيتكون مجموعة من الأفكار أهمها وحدة وتواربط هذه الأفكار في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتقد أن كربلا قد تغيرت كثيرا وأصبحت جذابة للناس في أنحاء العالم الذين يودون الزيارة وأيضا الذين يسعون للعلم وأصبحت مركزا للحوار بين الأكاديميين وبين العلماء من الحوزة في النجف ومن الرائع أن ترى أن العتبة العباسية قد وفرت منصة للانخراطي في مثل هكذا حوار ولكي تجمع من مختلف البلدان ومن مختلف الجنسيات البحث الذي قدمناه عنوانه نقد القواعد الفقهية عند الإمام الصالح صلوات الله وسلامه عليه القياس إنموذجا هذا العنوان بحث من المورد الذي انتخبناه من المورد التي تعكس دور الإمام الصالح صلوات الله وسلامه عليه العلمي وهو دور أساسي في قضية استنباط الأحكام الشرعية العنوان بحث الدورة الترباوي والثقافي والمعاركي عند الإمام القاظم الإمام القاظم قاظم سلوق سياسي ترباوي معارفي ضد السلو والطويان والأسدين اليوم احنا لاحظنا كثير من الباحثين حتى في خطابهم في أبحاثهم يمتاز بقضية الخطاب المعاصر اللي يحتاج المجتمع يحتاج الشباب يحتاجون اليوم عموما ليست في العراق في كل المناطب نحتاج هكذا خطاب كل زيارة أقوم بها الكربلاء أجد الجديد فيها الجديد في كل شيء وأول ما يعجبني في كربلاء بعد زيارة الإمام الحسين وأخيه لأبو الفضل العباس دف اللقاء مع أهل كربلاء وكرم الضيافة كلمة شكر الكل يتفانى في الخدمة الكل يتفانى في أداء العمل بإتقان ولذلك كل مرة أو كل مؤتمر يلاخي نجاحا كبيرا بشكل واسع يعني بسبب هذا التفاني فأشكرهم جميعا والله مشاعر ينتبهى إحساس بالتخديم كل الشكر وكل الإعزاز وكل التقدير أولا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وده يعني مش غريب على أهل العراق أنا أسمع هذا الكلام ولكنني عشته أسمع هذا الكلام من والدي والدي رحمه الله عاش في هذه البلد الطيب وكان ينقل لي رؤية أن العراق ده زي صعيد مصر وكنت يعني كان بيتكلم عن الكرم والأخلاق العالية والحب والمحبة التي يكنوها للنصريين أنا أعتقد أنه لسوء الحظ الناس في أوروبا لا يعرفون عن العراق وأن صورة العراق قد شكلت من قبل الإعلام وأنا أعتقد أن من الرائع أن العتبة العباسية دعت هؤلاء الأكاديميين وأنا أقترح عليهم أن يدعون الكثير من الأكاديميين من الغرب إلى كربلاء لكي يجربوا كربلاء ويجربوا العراق وأن يروا العمل الكبير الذي العتبة تفعله وتسعى العتبة العباسية المقدسة من خلال هذه الفعاليات إلى أحياء تراث أهل البيت عليهم السلام ونشر علومهم ودعوة الأقلام المبدعة الأكاديمية والحوزوية إلى التنقيب في سيرتهم العطرة وأقوالهم القدسية وبيان قيمتها العلمية والتربوية والمعرفية التي تؤثر إيجاباً في حياة الأفراد والمجتمعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر